يا واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب يا حلبين باتش سيفن بوينت ون نزل. ونزلته كده افشيلي اظن افشيلي كده قاله ايه? ازن هذا بدأ. هو بدأ من اول بس. الحين الباتشات هذه اللي هي الباتشات اللي هتكون اه تركيزها الاساسي على ايش? على ال سي اس. لانه ال سي اس هينزل دحين بسرعة. او هيبدأ خلاص. ال ال سي اس الجديد. اللي هو حقات ايو وحقات مدريمين. فهذه الباتشات الجديدة كلها هتبدأ تركز على ال ال كومبتتف بلاي مش على السولو كيو. فنبدأ سيفن بوينت واني اعلى على طول. روحوا على انيفيا. الالتي حقتها بس سي画 تكرت لي الجيد اθηازي سيكون هذه الشكلة لا compliqué بس تغييرها بس تغيير على جلاس �스انو. شكلها بس ماه ضروري بالنسبة لنا. كميلي سوو لها خقها علي الغ遠ة. فاكرينا الشباب لما نسوي. آآه. لما نطرب اي ضرب اغاظن مدريم. ولا تنطرب ايضي ما يطلع لها على حسب النادم اللي قدام. إذا النادهي قدامها.贴ي يجي لها شيلد فزيك اللي دادم قدامها ماجيك. يجي لها شيلد ماجيك. فكان يجلس لين ثانيتين ونصد حين ثانية ونصده للجيم. طبعا هذا هيضعفها حبتين في طبعا إن كان آآ في الطوب. هذا هذا على طوب. تاركت على اللي ما تكون طوب لين. بس ما عندك مشكلة برضه تقدر تتعامل معها كويس. الكميل الصاحي الكويس هيقدر يحسب حسابه انه والله شيلد حقه صار حجلس دقيق ثانية ونص. فيسوي حول سارية نص حقته ترجع. آآ الهوكشوت سليلي انكريز راديس والكاميلي والرفيل هرسلف. هذي 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 بس آآ فوق افور هذي بس للكاميلي جنجل. يعني يزيد حق الحق الهوكشوت اللي هي تضرب الجدار بعدين تسحب على الجهة التانية. إذا كانت في فوق افور اذا كانت في علامة مقفلة. هذا تنفع للكاميلي جنجل وإحنا عارفين كاميلي جنجل ما هي مين ده حين. يعني تتلاعب طوب اكثر منها تتلاعب جنجل. آآ بعد كده سوو لها آآ ونيرف. اكسري نيرف على الار كمانا. الار تسوي نوكا واي تسوي ببوش لواحد. والبوش صار تصير بسرعة. اول كان بعد ما تسوي بوش لواحد يصير نوكاب. يعني انت مثلا كاميلي جاي عليك. سوت عليك الارتي حقتها. انت حتندفع على ورا. وبعد تدفع على ورا حتجي ليس ثانية كاملة. يعني مع تدفع. حتجي ليس ثانية كاملة. ما تقلت تتحرك. بعد حين لا تندفع على ورا من يوم ما تنزو في الار تقلت تحرك على طول تاني. فهي بس نوكباك خلاص ما عد فيه ستند. او يعني حتسير ستند واي اللي انت طاير في الهوة بيسلك نوكباك. فهذا نيرف بسيط عليها. ما اظن هذا التغيير حيطلعها من الميتا. حتبقى مرة او بي لسه بان ووردي. وحنشوفها في ال سي اس مرة كثيرة يا شباب. انا متأكد مية في المية. اه بعد كده عالكيو بيتوتر الداك داوج. حخلوها فيها بيس دامج تلاتين. وبعدين خمسة ستين في المية زيادة بونس اتاك دامج. يعني عالايتمز. اظن ليفل ون. اظن ليفل ون. اتنرف. ليفل تو. اتبف بف. او لما اول ما تشتري البي اف. حيصير الدامج حقك يزيد مرة المفتبين. الدبل يو نقص المانا كل داون حقها. اظن حنشوف دريفن مرة كثير. في سولو كيو. لانو لانو اصلا دريفن ما يتلاقي في ال سيس. عشان الكيت حقته. عشان المتخلفة حقته. وعشان اه انو انو يقدر يسير له مرة في 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 دايما ما نشوف كمبتتف ولا نشوفه في ال سيس عشان المشكلة هاي دي. بعد كده سووا لها بف على حقتها. فاكرين يا شباب. اه حقتها اذا سويتها بعد ما تسويها تضرب ما تجل استجمع خلاص. توقف. الاحين سووها زي تويش. صار حتى لو استخدمت ال اي وال اي حقتك في كل داون بتضرب تجمع استاكات. تصير اول ما ترجع ال اي تقول سويها. طبعا هذا هذا بف مرة جامد ماهو سهل. اه حيزود الدامج عاوتبط حقها. ام اه بس بس ما هيحل لها مشاكلها في الميتة حاليا. بعد كده برضو ال اه سووا لها بف على على الفاكرين برضو الرنت لما تشيل ال اي لما تقتل مينيون. لو قتلت مينيونين ترجع المانا حقها. تحيل لو قتلت مينيون واحد ترجع. طبعا ايش معنى الكلام هذا? هل هنشوف كاليستة رجعت في الميتة بعد التعديل هذا? موجهة نظري? لا. لانه المشكلة حقتها انه اللي يلعبوا قدامها حاليا في الميتة زي 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 هذا كلهم يكونتروها. اه لانهم هذا واحد. اتنين. حقها لسه حقها سيئة جدا. لازم تبني ام عشان توصل للباور سبايك حقتها لازم توصل للليد جيم. والكل البقية زي كيت زي فين زي زي از. طبعا يمكن باختلاف از. ام يبنو دامج وبعدين يبنو اتاك سبيد فيسو دامج مرة كثير في الايرلي وميت جيم. ام حنشوف كاليستة كثير ما اظن صراحة بس هذا يعطاها هدفة بسيطة انه يرجعها للجيم تيقى تتلعب وما يكون عندنا. يعني ممكن تسير ها تتلعب حبتين مش زي اول الوين ريت حقها مكتول. كارما سووا لها بف. يمكن البف هذا موجه اكتر للكارما سابورت. اكتر من انه موجه لكارما ميت. اه سووا بف على الدبليو حقتها. صارت تو تيكس بدل ثلاثة تيكات تسوي نفس الدامج. ام يبف صغير. بف صغير. نفس الدامج اللي كانت تسويه اول بس تيكين. بدل ثلاثة تيكات. يعني فتسوي دامج زيادة في البداية. سووا لها على على الشيلد حقها. هذي بس عشان عشان الليت جيم لما تجري العالم. الشيلد بدل ممتين واربعين. ممتين وعشرة مية وخمسين. فمدتو ليت جيم سووا لها على المانترا حقتها عشان ما يبوها مرة. كانن. اه لعبونا في حسبته شوية يا شباب. خلوا حقته ام في البداية تسوي دامج اقل. بس ام اذا جاب حقته ضربت الثلاثة الاربع ضربات يزود الدامج. سو كل ما جالس بالالتي زيادة كل ما زودت دامج زيادة. طبعا هذا على كنن في الايرلي جيم. ولا عارفين ترى في الميتة حاليا يا شباب ام يمكن انتم ما بتلعبوا كنن بس كنن من المرة. المرة كويسين في 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 التوب لان. اه زي 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 اش يسمو زي جيس زي اه بوبي زي هدا زي ماكم شفنا في كانوا يلعبوهم كانوا يلعبو كنن مرة كتير طب. طبعا ال 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 playهذا ما ابقول ال هو بف و력 في نفس الوقت. ال الaaaa early game حقه آآ. بف للليد م طبيعي. لانه في ال early game الدامج اللي يسويه سراحها بالالتي مرة أبو كلب صار يعني كان ثمانين مئة وخمسة واربعين متان وعشرة دل حين صار بحين خمسة بيع وعشرة ففي البداية أبو كلب مر أبو كلب بعدين السكسسيف سترايكس موديفاير يعني كل ما ضرب زيادة بالار يعني الار انتوا عارفين وانتوا واقف في جوة الار حقتها تنضرب 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 فكل ما جلس زيادة كل ما ذا فهذه تنفعه في الفلانكين فما نسوي فلانك يسوي تي بي وراء تيم ميد ولا تيم فايت ولا ليت فايت حيسوي دامج مو طبيعي طبعا البوف هذا للسي اس اكتر من انه عشان يبقوا كوينا نتلعب في الالسي اس بعد كده ليسن سووا له نيرفين صراحة يعني نيرف ها ما هو نيرف هو بالانس اكتر من انه نيرف عشان اللعبة تغيرت والتاني نيرف صراحة معتبر الاي صار ما عاد يقدر يطلع الانفيزبل تاركتس مسا الكاموفلاجي عيال الانفيزبل يعني فين التي ما تشوفها بس ايف مختفية تشوفها اوكي تيم ومختفي ما تشوفه بس بس تويتش كيو تشوفه هاهمني فهذه هم من يوم ما نزلوا التعديل الجديد هذي اللي نزلوا انفيزبل ونزلوا كاموفلاج كان المفروض من اول يشيلوا الاي نسيوها دوبها ومشاروها بعد كده الالتي اخيرا يا عيال احنا انا من محب انا يا دي سي عارفيني يا شباب يعني فلما تشوف النايرف المتخلف هذا على يعني يعني صار يسوي اللي كيو او تو كيو ولا كيو 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 او تو كيو واتفر التي اموت امفجر على طول فخفضوا الدامج حقها مرة كتير الشباب يعني ميتين خمسين في بداية الجيم مية في ميت جيم مية وخمسين ليد جيم اتس سهيوج نعرف على الالتي حقاته يصير احتمال كبير نشوفهم ابنه شوية يوتلتي اكتر تانكي من انهم ابنه اه دامج اوكي على اساس تلعب زي ما هم مفروض تلعب لان صراحة حاليا ليسين مرة مضروب ايرلي جيم فيري باورفول ميت جيم فيري باورفول ليد جيم فيري باورفول وهذه مشكلة لهذا انترحال لوسين بعد كده سووه لبف اظن بيحاولوا يرجعوا لجيم حبتين لان لوسين في اقل اقل وين ريت في الشامبيونز حاليا هو لوسين اظننا 43% لوين ريت حقه فسووه لبفات صغيرة ما اظن ترجعوا لجيم زي ما كان اول عشان يرجعوا لجيم لازم يرجعوا احتمال كبير لازم يرجعوا للرينج حق الكيو حقته فاكرين ما قصروا الرينج حق الكيو قبل 4 بات شهات او 3 بات شهات وبعدين غيروا الايتميزيشن وبعدين شعلوا الليثالتي عدم امه اي مشكلة لوسين حاليا والشامبيونز اللي هما اللي هما الكاستر اي دي سيز عامة اللي يعتمدوا مش على اتاك دامج يعتمدوا على لثالتي واتاك اه وكول داون كلهم اتنرفوا مع الليثالتي النيرف الجديد فلما نتنرفوا مع الليثالتي نيرف الشامبيونز البقية اللي هما يعتمدوا على تاك على زيل وعلى على بي اف وعلى وعلى انفينيتي اتج كلهم طلعوا كده نازل طلعوا في الهرجة فصارت جيب لي كايتلين تبه دا اللوسين ايبن دو يعني لو عندك سبورت كويس ما يفريك انا بتكلهم واحد ضد واحد فكان لازم ترجع له الكيتس حقه ترجع له حاجة تزويد له الدامج حقه عشان تعوض الخسارة اللي راحت عليه من اللي ثالتي نيرف اللي ثالتي هلا ارمر فنتريشن وتعوضوا والله يترجع بالريش عشان على اساس يقدر تسوي التريدز اللي كن ممكن تسويها اول اوكي فاللي صار زودوا الدامج حق الباسيف الهتة التانية مش الاولى 60% من توتلك عدك دامج وهذه مش بطال صراحة في الليينج فيز تزويد التريد كيبابليتي حقته وفي نفس الوقت زودوا التي زودوا الدامج حق الكيو وهذا يعني ما الاموة اي معنى ليش لانه مشكلتنا في لوسيان حاليا هو ضعفتوا الايتم حقه تسوي له بف لليت جيم انا من يفاهم ليش يعني لوسيان لوسيان من الشامبينز اللي سموهم او او اتاك او 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 المفروض انه يلعب مع 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 سابورت برضو اغرسيف يخشوا يصيروا لون بولي لين بولوز يكتلوا الناس كلهم في اللين بعدين يسوي السنوبول لانه الميت جيم حقه مر كويس الليت جيم حقه يصير له فول باك يعني مقارة ب بكيت مقارة بفين مقارة بهم ابر فلازم لازم يشوفوا لنا مشكلة فيه في الان لجيم طبعا ايش معنى الكلام هذا هيطلع شوية الوين ريت حقه احتمال كبير 3-4% زيادة بس هيبقى حول الـ 50% ما هيشير او بي ولا هيشير عادي اعطيله تير 2 يا شباب بدل ما هيكون تير 1 هيشير تير 2 بدل ما هو تير 3 بوبي اخيرا نيرف يعني من زمان بنستنى نأف عليها صراحة بس مش النيرف اللي يكفي طليها يرجحها يعني يخليها المستوى الطبيعي بوبي مشكلتنا معها انه هي تبني فول تانكي وتسوي دامج زي كا انها زي كا انها واحد يعني زي كا انها دامج عشان عندها البرسنتيج هلت دامج حقها هذا في مشكلة صراحة فولا الان ما شاء له ومادري ليش ما شاء له الباسيف حقتها الـ Iron Ambassadour الـ Shield Duration كان الخمسة ثواني سهل ثلاثة ثواني هذا حيفرق معها كثير لا ما حيفرق معها كثير الـ Alty حقتها كانت تسوي 200 دامج صارت تسوي 100 دامج زي كا انها سوى نيرف على الدامج حق الـ Alty والنيرف هذا ما له اي معنى برضو ليش؟ لانه تبني فول تانك فأصلا البونوس هتاك دامج هذا ما له اي معنى يعني بوبي مش اللي انت تتوقع منها تروح تقتل واحد تخش في تيم فايت تسوي Alty تقتل اي احد بس تسوي السيسين يأثر لا ما هيأثر ليش يا لانه نرفه كل كل تشامبيونز اللي طوبي لعب قدام بوبي فهي بلانس نزلوا بوبي ونزلوا معها الناس كلها بس ما زالت بوبي هتبقى هنشوفها في الـ CS وحنشوفها من اكثر تشامبيونز اللي تتلاعب طب وحتكون ما زالت ميتا بعد كده رايز ايش سووا في رايز يا حلوين سوولوا نرف ولي سوولوا بف خلينا نشوف الـ Old Shield كان من ستين ليميتين قدت لفل من واحد لتمنطعش بير لفل فرم لفلز وان تو تولف زايت فايف بير لفل كده نيو شيل سكشتي فايف تون هندن ففتي قدت لفل بلا 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 بونس موفمن سبيد طيب اللي سووا سوولوا نرف على الشيلد حق وزودوا الشيلد حقته خلوه 65 في بداية الـ Game وصولوا نرف في نهاية الـ Game يعني واحدة من الحاجات اللي اللي مر التعب مع رايز انه لو وصل للـ Late Game مستحيل تقتلوه يتحسوا مره Oppressive مره OP ما حد يقدر يقتلو يصير Power Horse يصير Tank يصير مجرم يسوي دامج مطبيعي في نفس الوقت يطلع له شيلد يفجر أمة الدنيا كلها قاهمي فخفضوا الشيلد حقه Late Game ونفس الوقت قللوا الموفمن سبيد حقته في Late Game يعني كان اهو 25% الان 50% ده حين صارت 40% حتى شيفانا ماني عارف ليش ينقللوا الـ Power Clear حقها على الجنغل ماني عارف ليش شيفانا انا ماني ماني شايف فيها اي مشكلة حاليا في الجنغل يمكن بيقولوه هي شوية سريعة فاني بنشيلها ماني عارف ليش سندرا أخيرا شوية Balances أخيرا 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 ما يكفي بس أخيرا يعني اكشلي يعني اذا انا متكلم بوضع كويس الـ Nerf هذا هيخلي الناس المحترفين سندرا يبدعوا يبف للمحترفين سندرا وNerf للكاج والسندرا اللي ما يرفعبها بالناس زي الناس ولا أدم ليش لانه خلوا اللي يجيب اكتر من 3 سفيرز يسوي بيها الت sorry W يسي 20% bonus damage فهي Nerf early game بوف للمحترفين فاللي يلعب سندرا محترف يا شباب سندرا أحسن هتصير أوكي واللي سيئة في سندرا هيصير ما يقدر يكتل أي أحد بس يسوي R وهذا اللي أنا عجبني صراحة I like it يعني I want to إيش إيش يقولوا لهم أبغى 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 الناس اللي تعرف تلعب champion وتتمكن منه mechanical تؤثر أكثر من الناس اللي بس يضغط R عشان يكتل أي أحد في كل الحالات والشيء الوحيد اللي ضافو إنهم زودوا ال cool down حقها 120 أقل هذا حين تكتلك ترجع ال base ما ترجع تسوي على طول يعني فشوية يعني تبالنس ال idea حقتها بعد كده تالون الزودوا المانا مانا 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 هذا يبدل و زودوها من 17 زي الثلاثة ما له أي معنى تالون ما هو في القيم ولا حيدخل في القيم تلعب تالون بعد التعديلات اللي سووها ما عدا أظن سعر أساسين أكثر وأنه صار بروزر المفروض نشوفه طوب أكثر ما نشوفه ما أدري اهتالوا حاليا نضايح حتى بالنسبالي وأنا ما عندي انطباع بعد كده بس عدلوا الأشكال حقتها عدلوها صارت تجلس بدل 150 ثانية صارت 120 ثانية برضو صار عليها 120 ثانية زودوا الدامج حقتها عشان نقصوا الوقت حقتها زودوا الدامج حق الحاجات الصغيرة اللي تسويها 10 100 كانت بلا 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 صار الهلث حقهم ينزل بسرعة طبعا هذا ليش معناه الكلام هذا هذا معناه هذا نعرف على السولو كيو نعرف على السولو كيو لانه الناس كثير ما تعرف تتعامل مع الزي زروت ولو اشتريت الزي زروت هي ما تعطيك جولد اصلا بس هاد احتمال كبير يكون يا شباب احتمال كبير يسوي بف على الس اظن حنشوف زروت في الس لانه يعرف ماهو ضروري لوم ماهو ضروري هذي الزرقة يا شباب لما تضغط عليها وتشوف احد تسوي تسوي على الماب لو هي شافت احد ماهو ضروري الفروت تصغل حقها مو ضروري مو ضروري اول كانت الكون اللي هي الحمرة لو ضغط عليها وانت ملزهار لو انت ملزهار ما تطيرك لو عندك ما تطيرك ده حين صارت تشغلك صلحوها كلنا عارفين انها مضروبة ووضعها مرة مو كويس والجنغلز مرة حقهم مو طبيعي الفارم حقهم مو طبيعي القول حقهم مو طبيعي الـ حقهم يصير اعلى من كل حتى طول الوقت اجلس يفرم معسر يسوي اجلس يفرم طول الوقت ويجيك زيادة عليك يفجر اهلك بضربتين فريوت يعني منتبين الكلام هذا وشغالين على انهم والله يعدلوا اول باول فاحسن اول شي يسويوه حاليا في الضروري نفهم انه هذا بس نقص ال حق كل الجنغلز هذا معناه لسه لسه هتجيب لفل ثلاثة بعد ثلاثة كامس بس ما هتجيب لفل أربع يلا بعد ستة كامس يعني اللي كان اول يسوي يجيب يجيب خمسة كامس هذا معناه انه انه بالنسبة للجنغلز انه انه من مصلحته انه يروح يسوي بعد لفل ثلاثة بدل ما يضيع لفل أربع اوكي اول كان بالنسبة له اجيب لفل أربع احسن اسرع من ان اروح يسوي يعني يعني ماهو احسن بس انه متوسط كويس بالانست يعني اسوي يعني اجيب لفل أربع لا يعني بدل ما يشيل زي ما اقول اشباب يشيل ثلاثة يروح يسوي يروح يسوي بدل ما يشيل اربع يصير لفل خمسة ويسوي اوكي فهادي كويس اصلاح هذا يعني حتى تعدي الصغار والليسر والكريمزن رابتر زود يعني ملاحظين اشباب الرابتر كان خمستاشر اكس بي هذا الكبير سال عشرين الصغار كانوا خمستاشر وخمسة وثلاثين فهذا بف للشامبيونز اللي يقدروا يشيل الرابتر زول اول شي اظن زي ايفرن اا ايفرن من الشامبيونز اللي يقدر يشيل هذا فهذا بف ماهو لأي شامبيون يقدر يشيل الرابتر اول اظن اللي يقدر يشيل الرابتر اول مرة قليل ايفرن ممكن هكريم مايهمني لي client updates هاد الclient الجديد يا شباب بيضيفوا عليه حاجات عشان يخلوه زي الclient القديم عليه بما يوصل للمرحلة هادي انا برضو هاد مايهمني يعني اذا حين تجري تسوي بوتس في custom اا ازبطوا الخيارات حقا الصوت والصورة اا الصوت والانترفيس اضافوا الgame موز الجديد اللي هو ascension للrotations اذا تخش عليه من الجوال group mobile وgroup offline حاطين لك group كده في الليستة حقا تسمع اصحابك يقدروا يشتروا battle boost في ايرام ما كانت شغالة اول المشين حقه potato ولا ابو قلب حيطلع لك رسالة اذا تبغاهم مشغلو لك الgame على los stats بعد كده fixes هاد كلها fixes ما هي ضرورية بالنسبة لي qhealth ما عندنا شي fix several cases where abilities that create objects cause their casters long longer because they're isolated for purpose هذا fix لخازيكس كان اول لما واحد يحط يعني زي جربان يحط لأي حقته يصير خازيكس ما يصير isolated يضيع الpassive حقه الisolation دا حين نزبطوها لك و fix تبغ casting لبلانك فادي كلها قريت صراحة ما شد فيها حاجات ضرورية بعد كده نزل و و و و و حيخيل السود في الهكستك يا شباب حيقفلو يوم جانيوري ستاش وبكده يا شباب خلصنا باتش 67.1 و أعطاكم السحر العافية ومشكري ما قصرت ونشوفكم في الباتش نوصل الجديد السلام اشتركوا في القناة